السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا إلى يوم الخميس 27 نيسان إبريل طبعا القمر موجود في برج السرطان الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الأربعة في خلو مسار من منتصف الليل ولغاية ساعة الصباح بعدها القمر بده ينتقل لبرج الأسد خلينا نروح على التوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما ولد برج الحمل طبعا اليوم بتنهمكم بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة من الآن ولغاية ساعات الصباح أهم شيء أنكم أتحاولوا فرض وجهة نظركم على أي شخص من أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم خصصوا وقت من وقتكم لا الاهتمام بمتطلبات العائلة الجو ضاغط بالمسؤوليات الكبيرة والحساسية عالية جدا ممكن اليوم يكون في عندك في هاي الساعات لغاية ساعات الصباح ارتباط مهم أما من ساعة الصباح فتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم الأجواب تصير جيدة على المستوى العاطفي وعن مستوى القليل من الحضوض عم مستوى الأمور المالية وعلاقاتكم بالأبناء والترفيه أيضا بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطه من الآن ولغاية ساعات الصباح في أمور الاتصالات والسفريات والتنقلات والحوارات والنقاشات والعصبية والمشاكل والحدية أهم شيء تكونوا أكثر صبرا على الطرقات حاولوا تضبطوا عصابكم هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان طبعا بتتمتعوا بطاقة كبيرة وطاقة فكرية وجسدية وبتقدروا انكوا تدافعوا عن مبادئكم ولكن زي ما حكينا العصبية موجودة فحاولوا انكوا تدافعوا بليونة ودبلوماسية انتبهوا لكلامكم وحافظوا على انفعالاتكم أما من ساعات الصباح فالقمر رح ينتقل ويصير في البيت الرابع الليله علاقة بالبيت والعائلة فهنا ممكن الاهتمام رح يصير على مستوى العائلة كتصليح وترميم وأعمل منزلية علاقات اجتماعية عائلية وزيارات وأيضا الاهتمام بالمسائل اللي إلها عقارات والسكن برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا الفرصة من الآن ولغاية ساعات الصباح بتركز على الوضع المالي الأجواء ما زالت بتحمل فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي أو من مستردات أموال لإلكم بتحصلوا عليها أو على هدية أو على جائزة ولكن بتكوا تخففوا من النفقات وتنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع بتميلوا للتفاوض والمساومة وبتنشطوا بالرحلات والاتصالات بتنجروا في النقاش بكثير من المواضيع فبتكوا تضبطوا أعصابكم أما بالنسبة لساعات من الصباح وما بعد هنا بصير فيه نشاط بالحركة والاتصالات ممكن تبحثوا عن مواضيع مهمة قدموا امتحان اطبالوا الطالبوا بحقوق لإلكم بتقدر تمارس صلاحياتك عندك قدرة على الإقناع نشاط عالي بالتنقلات زي ما حكينا والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات وأيضا أثناء حواركم انتبهوا من الانفعالات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا أنتوا عندكم طاقة وحيوية عالية لأن القمر موجود عندكم وعندكم قدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم شيء ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ممكن تحققوا انتصار أو تظهروا مزايا رائعة بتلفت أنظار الجميع لإلكم فترة إيجابية حاولوا أنك تستغلوها ولكن بدون عصبية وبدون عواطف يعني انفعالية اليوم ممكن يتسلط الضوء على دعم خارجي أو على اهتمامات مالية ولكن بتكو تنتبهوا من بعض التقلبات أو من بعض المحتالين هذا طبعا من ساعات الصباح وما بعد لأن القمر رح ينتقل لبيت المال فمن ساعة الصباح بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم بتكو تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وتحرصوا على مالكم من السرقة والضياع ما في مجال للمغامرات ولا للمجازفات ولا إنكو تتهوروا باتخاذ قرارات مالية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هنا التعب ما زال مسيطر عليكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات صباح يوم الخميس فطبعا بتكونوا تنجزوا ما بوسعكم من عمل عاجل وتخلدوا للراحة بتكونوا مرهقين قليلين الحماس شوي متوترين عصبيين منزعجين هيك اضطراب عندكم بالتركيز بالقرارات بالحدية بكل شيء فعشان هيك بدك تضلك ضابط أعصابك وتنتبه حتى على الوضع الصحي أما من ساعات الصباح فهنا القمر رح يوصل لعندكم فمن خلال ساعات الصباح بتمتلقوا نشاط وحيوية وبتنقلب كل الخيارات باتجاه اللي بيناسب وضعك الحالي تتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم وبرضو بتصور الأجواء إيجابية أهم شيء أنك ما تنفعل وما تتحسس من طريقة حوار الناس معاك وبرضو ما تخلي خيالك يعني يحل الأمور بعيد عن واقعها برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم بتنشطه اجتماعيا ولكن القمر بدأ يقترب من بيت المتاعب فعشان هيك لغاية ساعات الصباح بيظل في نشاط اجتماعي وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بدكوا تتجنبوا اتخاذ أي قرارات مفصلية وتتجنبوا انتقاد أي شخص لأنه رح يتحسس من الموضوع ورح يصير في مشاكل كبيرة بتظل الأجواء جيدة وبتحمل فرصة مناسبة لحشد التأييد والدعم وتعتبر من الآن ولغاية ساعات الصباح مناسبة لطلب الاستشارات أو التأييد أحدهم لا إلك انت بتمتلك القدرة على التواصل البناء ومن الضروري حشد الدعم والتأييد ولعب دور بناء أما من ساعات الصباح فهنا وطيلة يوم الخميس بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم أهم شيء أنه خلال هذا اليوم لا توقع على عقد لا تحسموا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين من الآن ولغاية ساعات الصباح طبعاً بتكونوا تحافظوا على سمعتكم ما في داعي للمغامرات ولا للمجازفات بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم بوسعكم اليوم إنكوا تتوجهوا لمناسبة من الآن ولغاية ساعات الصباح لأنه هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بدهم يعززوا العلاقات الاجتماعية وأيضاً مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن هذا اليوم يحمل لك مسألة شخصية بما يعني سببت لك قلق أو عبئ بيتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة أهم إشي إنك ما تجازف باستقرارك ومعنوياتك أو الأمور الشخصية لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح فالقمر رح ينتقل لبيت العلاقات الاجتماعية والأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا اليوم في مناسبة سعيدة أو يسعدوا من لقاء الأصدقاء أو كثفات الاتصالات الاجتماعية هي اللي بتكون مسيطرة على الساحة أهم إشي إنك ما توجه أي انتقاد لأي شخص وما تنفعله تتحسس من تصرف بعض الأشخاص اتجاهك برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعاً بظل النشاط على مستوى الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد والحوارات والنقاشات وحتى العواطف بالظل الموجودة ولكن العصبية أيضاً والحساسية موجودة أهم شي إنه اليوم تكونوا أكثر صبراً أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة من الآن ولغاية ساعات الصباح واللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يركز بشكل جيد ممكن يعني بعض موليد برج العقرب يفرحوا لانفراج مسألة ضاغطة فيها أي الفترة برضو يعني فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن بتكونوا تحاذروا من المتاعب والوعكات الصحية أما من ساعات الصباح وطيلة نهار يوم الخميس بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ويعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بدهم يعززوا علاقاتهم مع المسؤولين أهم شيكو تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء أهم شيء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنهمكو في ضبط شؤونكم المالية المشتركة من الآن ولغاية ساعات الصباح ولكن بدكو تحذروا من المصريف والالتزامات وأيضا تصرفكم بمال الغير أهم شيء إنك ما تدعي نحد فلوس وتنتبه على أموالك من المحتالين وما في داعي للمغامرات المالية رغم النفقات ولكن بظل في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض حاولوا أنكو تستغلوا هاي الساعات في تصحيح الأخطاء واستعادة ثقات الآخرين وما تسمح للخلافات بالتأزم لا سيما مع الأحبة فعشان هيك بدكو تناقشوا وتفاوضوا وما تتهربوا من مواجهة الأمر الواقع وعبروا عن رأيكم بهدوء معاوما تستفزوا أحد أما من ساعات الصباح فهنا بتنشطوا بالسفر الاتصالات البعيدة الأمور العاطفية تعزيز العاطفة العلاقات مع الأجانب والامتحانات والسفريات أهم شيء أنكو تكونوا أكثر وعين على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن الأجواب تصير مناسبة جدا حتى للمكاسب المالية ومعض الحلول لأمور معقدة وأرقتك في الأيام الماضية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا يبينصب اهتمامكم من الآن ولغاية ساعات الصباح حول موضوع الشراكة الشراكة المالية الشراكة العاطفية من الأزواج طبعا لأن القمر مازال موجود مقابلكم لغاية ساعات الصباح فبتكونوا تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركائكم بالعمل والعاطفة منظل الفترة متوترة فممكن تتورط في أزم ما بسبب عصبيتك وإنفعالك ممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو بعض الخطوات وتغير نمط معين في تحركاتك لأن الأجواء بدها أعادة دراسة وتحليل وما بدها تسرعات وحاول أنك ما توجه أي انتقاد لأي شخص أما من ساعات صباح يوم الخميس وطيلة يوم الخميس وأنا بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة حاولوا أنك تنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية الأجواء جيدة على المستوى المالي فمنكم أشخاص ممكن يحصلوا بعض الأرباح أو بعض الانتصارات المالية ولكن بدون مغامرات وبدون مجازفات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا الآن بدأ القمر بمراحل المقابلة فعشان هيك من الآن ولغاية ساعات الصباح الاهتمام بصير ببعض الأعمال اللي تراكمت عليكم أو بعض الالتزامات حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وما تدخلوا في أي مواجهة مع زملائكم أو أي أشخاص بتتعامل معكم بنامط العمل أو بقطاع عملكم بتكثر اللقاءات والاجتماعات وممكن تحضر لورشة عمل أو تهتم بوضع صحي بتكثر المسؤوليات والالتزامات على أنواعها أما من ساعات الصباح فهنا بترغبوا في تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية وتعزيز علاقاتكم مع الأحبة أهم شأنك تكونوا أكثر تفاهماً لوجهة نظرهم وحذروا من الخلافات ومن بسبب الحساسية اللي عندك المفرطة العاطفية فممكن تضخم أي موضوع بإنفعال بدون ما تتروى فبدك تنتبه من هاي النقطة لأنه أنت الحلقة الأضع برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعاً بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن ولغاية ساعات الصباح ولكن عواطفكم ممكن تغلب عليكم وتحللوا أي أمر بحساسية بدون ما تتأكد من حقيقة المواقف والكلام برضو سهل جداً اليوم خداعكم بسبب عواطفكم الجياشة حاولوا تفاهم وجهة نظر الأطراف الأخرى وما تبالغوا في طلباتكم منهم ممكن اليوم تحتفل من الآن ولغاية ساعات الصباح بإنجاز أو انتصار أو تنمو بعض العلاقات وتزدهر وتعتبر ما زالت هاي الساعات مثمرة ورغم كثرة الإنشغالات والتحركات لكنها فترة فيها بعض الحظ وفيها نجاح وتقدم ولكن زي ما حكينا بدون انفعالات أما من ساعات الصباح فهو أنا بتكو تنتبهوا لأن طيلة يوم الخميس القمر بصير في البيت السادس بتكو تنتبهوا لصحتكم أكثر تنتبهوا لعملكم وما تتغيبوا عن عملكم وتخلوا علاقاتكم جيدة ما بينكوا بين زملائكم اليوم محتمل يتراكم العمل أكثر من المعتاد أو تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم برضو المهم إنكوا تنتبهوا على وضعكم الصحي وما في داعي للانفعال والعصبية طبعا لا تنسوا وهي كي خلصنا منكون بأنهاي الحلقة التفاصيل المهمة للزوايا والتحركات نزلت بالحلقة اللي قبلها بساعة موجودة على القناة إذا عجبكو هذا المحتوى ياريت ما تنسوا الدعم بلايك وكومنت وشير إذا ما عجبكو ديسلايك وبرضو سبوا علي وعملوا لي أنفلو والله يسهل عليكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر